اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده وقفة ووقتها لقيت دراس بتاع زمان بس انت طول عمرك اجدع مني او الله حقك علي يا جل بتزعلش في ايه حضرتك ده بوس بس صدر عمر بوضع الجريدة تحت الحراسة مين فيك رئيس التحرير؟ أنا مع رئيس التحرير حضراتك مطلوب للتحيي، انفضل معنا حاضر ما تخافش، مش حسيدك من فضلك انتو واخدينه على فين؟ اسمه عبدين هو ايه اللي حصل يا سيد زيلان؟ ربي، درازق أبدا عليه ايه ده بس يا أستاذ هلال، أنا هتصرف هو المستشار القانوني بتاع الجنال فين؟ قاله أستاذ عبدالواري الزمان وبيحتضر دلوقتي ده أخد أجازها شهر ومرة دي بقى له ثلاث شهور ما تقدش نوعية سعيفتنا في حاجة ده بيلبس روب المحامة بيهنج؟ بيهنج؟ لما بيلبس روب يهنج؟ أستاذ هلال، تحب أكلم بابا؟ لا لا لا، أنا هتصرف أنا أيوة عماد، درازة أبض علينا دراز رئيس التحرير يا أخي كلم غادة خليها تلحقه على إسم عبدين ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها؟ ما عرفش يكلم هنا دلوقتي؟ خلاص يا بابا، أنا هصرف مع السلامة نعم أستاذ هلال هتعمل إيه؟ كل واحد يشوف شهوره أنا هروح مشواره هشوف إيه اللي حصل أحنا مش هلقفل الجريدة، الشغل ضبطل من زمان خصوصاً جريدة نبض الشعب لها قراءها وحقاية رواجي الفترة الأخيرة مظبوط يا فاني خصوصاً بعد مقالات هلال كامل فعلاً المبيعات زادت جداً بس آآ واحد رجب تفكر فيه في رجال أعمال كتير يحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله إحنا هنعرض الجريدة على واحد منهم جسامر في تمويلها أحسن ما نقفلها فعلاً أحسن بكتير خصوصاً بتوع الحوبة والحريات والكلام ده ما هيصدقوا وإحنا دخلين على انتخابات رياسة ولو تكن من غير انتخابات كمان يا رؤوف طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحليل جديد بدل اللي كانوا حطينه هيدا الكامل ما دعت تقرد مي كويس ادخل احنا ما انتقفناش على كده يا فوقت بيه دراس ملوش دعوة باللي حصل ما ينفعش يروح في نجلين اتطمن دراس بتحقق معاه هتتخذ أقواله كأجراء طبيعي بعد كده هرجع الجريدة ويكمل شغل عاد جداً هو بس فيه تغيير واحد تغيير ايه ادخل في محمية برا جاية للأستاذ يا فانت خليها تفضل تفضل يا أستاذ غادة كامل حضرة مع الأستاذ دراز الموضوع مش مستهل يا أستاذ غادة احنا خدنا أكواله الموضوع خالص خلاص يقدر يروح علم فضل يمدع لأكوالك حاضر لما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستهلة يعني كان له أستاذ هلال بيخلي عمادي يكلمني عشان نسيب شغلي ولو ورايا واجب مش ممكن ايه هو دا كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي ايه دي ايه دي عارف يا غادة انت بتفكريني بنفس الزمان لما كان أبويا لسه عايش أبويا مات وانا فقولا جامعة الله ارحمه ما كنتش بطيق تصرفاته ولا أفعاله ولا قراءه وكنا على طول مختلفين دا لحتى مش فاكر حاجة واحدة اتفقنا عليها وطول الوقت كان فيه بيننا مشاكل لكن بعد ما مات حصيت ان ظهري انقصر بدرجة ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأزيني كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف ما قل حميني مات وبعد شوية من موت وكده افتقرت كل الحاجة اللي احنا كنا مختلفين فيها فكرت فيها كويس اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي اقولك على حاجة غادة بس ما تتحكيش علي اوقات كتير بحس المعلال زي ابوي اوه الله بيحبني وطول الوقت بيخاف علي وعلى كل اللي حواليه الحيا حضنة يا بنتي الحيا حضنة بوك يا غادة قبل ما ييجي اليوم اللي تحس فيه اللي ظهرك مكسر انا عندي معاد ولازم امشي عشان الحق عن اذنك ايه المفاجأة الحلوة دي هو انت مروحتش الشغل ولا ايه لا للأسف مروحتش اديك وتخرجها ولا ايه اه رايحة المعرب في حاجة يا حبيبي مش متطم ان انا الغادة وتصرفاتها ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني انه مفيش حاجة حصلت مفرض واحدة زي ايه في موقفها تكون قلبة الدنيا خصوصا ان هي شخصية عصبية جدا غادة مش غبية عشان تعمل كده غادة عارف انت مين ومركزك ايه وعارفة كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيئزيك ويئزيها يئزيني دي انا فهمها لكن يئزيها ازاي؟ هي عارفة كويس قوي ان الشهرة اللي عملتها كمحامية انت السبب فيها سيبك بقى من جو الشطرة اللي هي رسمادة من ي 완전 حليش اوقات كتير بحس الناس كم ايه بيحبني وطول الوقت فيخاف علي طالما وعلا كل اللي حواليه اللي حيحضنى يا بنتي إن حيحضن أبوك يا خادم قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه من ظهرك القصر ده إيه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي ها؟ بتعندك واسطة مبينة الظاهر أنت تعرف هلال كامل بسكت يا هلال ده أنا قلبه وقع في رجلي يا الله أنت اللي بعتلي غدا؟ أنا كلمت عماد يبعتها لك وأنت مجدش ليه؟ يعني كنت بطامن على الجريدة الجريدة هتتقفل يا ناري صح؟ هي مش هتتقفل يعني هي زي ما تقول كده يعني هيحصل تغيير أأه يبقى أكيد هيجيبه حد من النقابة ويعود مكاني على الكرسي لا أما مش هيجيبه حد من النقابة وما هيجيبه حد من هنا أنت يا هلال مش كده؟ أنا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما صبنيش لعنيته وحس إن أنا أعلم البشر واللي يعلى على الناس أمره ما يحس بيهم عشان كده بكتبلهم الكلام اللي نفسهم يقولوا مش قادريين تنصو دي يا لالي؟ إن أنا مش حسس بالناس؟ أمرك حسيت بأب وأم يصحوا الفجر يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسة وينزلوا ياخدوا توك توك في عز بارة الصبحية وبعد كده هتحشروا في طويس أو في مترو عشان يروحوا شغلهم اللي بيقضوا على الكرسي ده بيدوا ظهرهم للناس ما بيستغروش في حد ابنتي نون ميم في ديسمبر 96 نفست أهم قرار أخدته في حياتي وهو قرار طلاقي كان من أهم أسباب طلاقي منيه عيني هو إني أحافظ على بنتي نون ميم أنا حامل إحنا مش اتفقنا أنه ما فيش خلفة الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش لأنه كان مصرح على إقهدها طبعا ما تصدمتش لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا أنه يقتل الجنين لسه ما ظهرش للدنيا لأنه قاتل بلا رحمة وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار أني أواجه المجتمع والدنيا ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معاي والناس كلها تعرف إنها بنتي وعلى أسف القرار كان متأخر لأني لما رحت الدار علشان أخدها تجوني بحاجة ما كنتش أتوقعها البنت سابت الدار وما حدش يعرف مكانها نرهان محبوب نون ميم هو أستاذ جمال ما بيردش برضو؟ ما قلتلك ما تقلقش يا صفوت بيه اعتبر إن الأرض بتاعتك بس أهم حاجة نسبتي تبقى محفوظة طبعاً 5% من ثمن الأرض لا 10% من الثمن الفعلي للأرض مش الثمن اللي أنتوا هتشتروا بيه هو فيه متر الأرض دلوقتي بعشرة جنيه وعموماً حلال عليك الخمسين مليون جنيه اللي تأموري بيه يا متر بس المهمة أستاذ جمالي يخلص الإمدقات هتخلص والإمدقات هتنور العقد اشتركوا في القناة